اشتركوا في القناة والنواب للانعقاد فقد هنأ مجلس الوزراء مجلسي النواب والشورى بهذه المناسبة معربا عن تطلعه لتعزيز التعاون الثنائي بين السلطتين ومواصلة التنسيق والشراكة بما يعود بالنماء على الوطن والخير للمواطنين وتحقيق الاهداف المرجوة بعدها شاد المجلس بسامات المعلمين ودورهم كأحد مرتكزات تطوير المسيرة التعليمية ووجه بمناسبة يوم المعلم العالمي تحية تقدير واعتزاز لجميع المعلمين على جهودهم المقدرة في استمرار مسيرة العملية التعليمية ثم قرر المجلس تغيير موعد دورية انعقاد اجتماعات مجلس الوزراء ليكون يوم الأحد بدلا من يوم الاثنين لأربع اجتماعات قادمة حرصا على استمرار المتابعة واتخاذ القرارات بشأن اعمال ومشاريع الجهات الحكومية وذلك نظرا لتزامن موعد الانعقاد الدوري للمجلس مع الإجازات الرسمية والالتزامات بالمشاركات الدولية الخارجية خلال الفترة المشار لها بعدها هنأ المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمناسبة نجاح افتتاح معرض اكسبو 2020 دبي معربا عن تمنياته للدولة الشقيقة باستمرار التوفيق في تحقيق النجاحات بعد ذلك عرب المجلس عن تضامن مملكة البحرين مع سلطنة عمان الشقيقة جراء الآثار التي تعرضت لها بسبب إعصار الشهين دعيا المجلس الله جلت قدرته أن يحفظ سلطنة عمان وشعبها من كل سوء اشتركوا في القناة ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع مرسوم لتتولى اللجنة العليا للطاقة والثروات الطبيعية مهام المجلس الأعلى للنفط وتكون الشركة القابضة للنفط والغاز معنية بتشكيل مجلس إدارة شركة نفط البحرين وتعيين الإدارة بالشركة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التفاهم حول التعاون الفني بين حكومة مملكة البحرين ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتي تستهدف تعزيز العمل التعاوني بين الجانبين في مجالات المساعدات الفنية وبناء القدرات والبرامج الخاصة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية والهيئة الوطنية للأمن السبراني بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي تهدف لتعزيز التعاون بين البلدين في حماية الفضاءات السبرانية من خلال تبادل المعلومات ومشاركة التجارب والممارسات مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة التعاون بين هيئة جودة التعليم والتدريب ومجلس الكمين وولث للإدارة التعليمية والتنظيم بالمملكة المتحدة والتي تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات البحوث وبناء القدرات وضمان الجودة في الإدارة التعليمية مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزير الأشغال وشؤون البلاديات والتخطيط العمرانية المتعلقة بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية ذات الطابع الخدمي بما يسهم في الإسراع بوتيرة الإنجاز وتعزيز الاستفادة من صندوق الموارد البلدية المشتركة لتمويل المشاريع الأخرى ذات الطابع الخدمي ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية لأصحاب السعادة الوزراء بالمشاركة في أعمال الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة ونتائج زيارة سلطنة عمان والمشاركة في الدورة التاسعة والأربعين بعد المئة للمجلس الوزري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالإضافة لنتائج زيارة معالي السيد يائر لابيد وزير خارجية دولة إسرائيل إلى مملكة البحرين والمشاركة في المنتدى الدولي للاتصال الحكومي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمشاركة في فعاليات حفل افتتاح معرض إكسبو 2020 دبي والمشاركات الخارجية للوزراء وزيارات الوفود الأجنبية إلى مملكة البحرين لشهر أكتوبر 2021